بسم الله الرحمن الرحيم بعرفكم بنفسي أنا اسمي إبراهيم جرادة رئيس الموظفين في المؤسسة اللي بترعى هذه المقبرة وهي أحد المقابر الموجودة حول العالم الموجودة فيها قتل الحرب العالمية الأولى والثانية من قوات الحلفاء اللي كانوا في أراضي الشرق الأوسط في تلك الحقبة وكمان موجودة عندنا مما بعد الحرب العالمية الثانية من قوات اللي حاربوا مع الوكالة اللي هم بنسميهم قوات حفظ السلام اعتبر مقبرة الإنجليزة اللي احنا موجودين فيها هي الأكبر في قطاع غزة في عنا كمان واحدة صغيرة في منتصف مدينة غزة مقبرة الإنجليزة اللي موجودين احنا فيها تحتوي على حوالي 3500 شاهد قبر من ضحايا الحرب العالمية الأولى والثانية وموزعين على مساحة 40 دلم حوالي وبتم الاعتناء بها وإدارتها والإشراف عليها زي ما أنتوا شايفينها بالجمال هذا من قبل مؤسسة ترعى جميع هذه الأماكن الأثرية والتاريخية المتعلقة بالحرب العالمية الأولى والثانية في عدة دول حول العالم طبعا في كتير تفاصيل في المكان لو لاحظتوا على كل شاهد قبر بيكون موجود شعار ولوغو للوحدة اللي كان يقاتل فيها كمان الرقم العسكري المعلومات بيانات اسمه تاريخ الوفاء وكتير تفاصيل موجودة ونقشات على الحجارة والنصبة الذكرية الموجودة في مقبرة الإنجليز اللي احنا متواجدين فيها وكمان غير هيك من النصبة الذكرية الكبيرة اللي بيصير فيها يحياء للذكرى كل سنة والاحتفالات الدورية في الوقت الحالي أصبح هذا أصبحت مقبرة الإنجليز وصار هذا المكان ومزار تاريخي بدل على حقبة زمنية معينة بدل على أحداث وقعت بيجونا طلاب المدارس طلاب الجمعات كمان من المواطنين العديين اللي بيجوا يتعرفوا على هذا المكان بنستقبلهم وبيتم شرح وتقديم المساعدة اللازمة لإلهم طبعاً هذه الأرض تعود ملكيتها يعني هذه هيبة من أهالي فلسطين لا الضحايا الموجودين في هذه المقبرة وطبعاً هذه المقبرة تحتوي على جميع الديانات في مسلمين في يهود في مسيحيين وعلى أكثر من 17 جنسية فهي يعني صارت مكان متحف ومزار بأكثر من ما هي مقبرة لأنه عمرها أكثر من مئة عام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر